اشتركوا في القناة امتداد لمعنى الذكر ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول للعبد بين يدي ربه موقفان للعبد بين يدي ربه موقفان موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه فاذا قام بحق الموقف الاول هون عليه الموقف الثاني ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف وتحدثنا عن مسألة كيف نستحضر هذا الإقبال على الله تعالى والمناجاة وذكرنا امر امس وتلخص في معنى الطمأنينة الطمأنينة في الاقوال والافعال واليوم نذكر امرين وغدا نختم ان شاء الله وان كان الحديث طويل جدا لكن سنكتفي بهذا القدر في موضوع الصلاة نتكلم اليوم في امرين الامر الاول في استحضار الخشوع قبل الصلاة والامر الثاني في التفكر في معنى الله اكبر ما شيب احنا قلنا اول شيء مسألة الطمأنينة وده سهل فعله الامرين التانيين ايضا سهل جدا الانسان يلتزم بهما الامر الاول هو ثواني قبل ان تكبر قبل ان تقول الله اكبر تستحضر الخشوع وتهيئ القلب لمناجاة الله تعالى ازاي ده يحصل في ثواني معدودات يمكن ان تجعل احد هذه المعاني تدور بخاطرك الاول ان تتذكر سيئة فعلتها ونعمة انعم الله تعالى عليك بها عندئذ سيتولد نوع من الحياء سيجعلك ترمي ببصرك الى الارض شو احنا بنقول الانسان لازم ينظر الى موضع سجوده دلوقتي ما عادش امر فقهي عادت مسألة ايمانية جات من غير محد يقولك ازاي وذلك بتذكر سيئة فعلتها ونعمة انعم الله تعالى عليك بها عندئذ يتولد هذا الشعور بالحياء فيفضي بالانسان الى ان يرمي بصره الى الارض ده وحدة مثال اخر ان تتذكر حقارة هذه الدنيا وقصرها اذا ما قرنت بالاخرة فده يساعد ايضا على التركيز هي مجرد خاطر يسري على الذهن الامر الثالث ان تتخيل ان هذه قد تكون اخر صلاة لك فكيف ستحسنها وتركز فيها وذلك من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودع الامر الرابع ان تتذكر عظمة الله تعالى واتساع ملكه ثم حجمك انت في هذا العالم احنا ذكرنا حكاية 150 بليون مجرد انت ادي ايه بقى في 150 بليون مجرد وبيتك ادي ايه وسيرتك ادي ايش ده الكرة الارضية ما هينفعش نمثلها بنقطة كما ذكرنا خلينا نقول الكرة الارضية نقطة انت فين في النقطة فاللي بيجعل للانسان كرامة ومعنى وقيمة هو هذه الوقفة فالانسان لما يتذكر هذا المعنى يحسن الوقوف بين يدي الله تعالى يبقى ده الامر الاول اللي تعلمناه ديون كيف استحضر الخشوع قبل الصلاة بس ثواني معدودات تجري على خاطرك احد هذه المعاني الامر الثاني لما قول الله اكبر لو تأملت فقط وركزت على كلمة الله اكبر وخرجت فقط من صلاتك بالتركيز على الله اكبر لك فت والذلك احنا قلناه مرة في الخواطر واحد بيقول انا بقول الله اكبر وببدأ اسرح في عالم الدنيا ما بذكرش ان انا في صلاة الا والامام بيقول السلام عليكم ورحمة الله ده الوقت اللي يقول اه ده فاتتني الصلاة دي ففي حل ولو عملت مية في المية هتركز في الصلاة وهو انك تدخل الصلاة وتقول انا هتخصص بس في التركيز في قولي الله اكبر لو ركزت على الله اكبر هو ترك ما هتعرفش تنشغل خلال الصلاة انا جربتها كتير قبل كده لما ابدأ اقول خلاص انا في الصلاة دي هركز في قولي الله اكبر الامام الغزالي له كلمة حلوة وبيقول لما تقول الله اكبر او قبل ما نقول كلامه لما تقول الله اكبر معناها ايش معناها اكبر من كل ما يخطر على بالك معناها زي ما الناس الطيبين بيقولوا يعني كل شيء اصغر ولذلك كلمة الامام الغزالي هنا لها معناه يقول فاحذر ان تكون اول صلاتك كذبا انت لسه بتقول الله اكبر والدنيا كلها في دماغك خلي اول جملة هي اللي تصح على الاقل فهو ركز بس لو ركزت في الله اكبر هتلاقي القلب اشتغل خاصة ان الله اكبر هتتكرر معاك خلال الصلاة كلها في حركات الانتقال كلها النقلة من حركة الى حركة بتسبق بالله اكبر فكأن الله اكبر داخل الصلاة كأنها منبه كأنها منبه كأنه يقول كأنك تقول عيب عليك يا نفس ان تشتغل بغير الله وانت في حضرة الله واخر بلك فده ضمانه لو تجربت موضوع التركيز على الله اكبر صلاتك هتتغير وطبعا لو اضفنا اليها ما سبق انه هنقف على الرؤوس الآي وهنقف ثواني بعد كل جملة تامة حتى نقطع على العقل التمادي في الافكار التي هي خارج الصلاة لو فعلنا ذلك سيسئل جدا موضوع الخشوع في الصلاة بس محتاجة نية وعزيمة وممكن مرة مع مرة مع مرة وشهر مع شهر يصير ذلك عادة للانسان يبقى خلينا اللخص اللي قلناه الصلاة مناجأة وكأنها امتداد لذكر الله تعالى الصلاة من غير مناجأة بقى التمرين الرياضية كيف اجيب المناجأة الطمأنينة في الاقوال والافعال وشرحناها الامر الثاني استحضار الخشوع قبل الصلاة ثواني مش دقائق ثواني تمرر احد الافكار التي ذكرناها من سيئة ونعمة او عظم الدنيا او حقارة الدنيا وعظم الاخرة او عظمت هذا الكون وصغر حجمك وان حققتك في الاصل وكرمتك في الاصل توهب كده وهبا من الله تعالى اليك عندما تقوم تناجيه الامر الثالث هو موضوع كلمة الله اكبر وكأنها تقول كل شيء اصغر وكأنها تقول عيب عليك ان تنشغل بغير الله وانت في حضرة الله ان شاء الله غدا هنركز فقط على السجود وبكدا نختم بهذا ان شاء الله وجزاكم الله خيرا اشبعي طيب if we keep it please quiet يا شباب as you're leaving طيب so this is a continuation of our discussion on salah yesterday we said that salah is most importantly about munajah intimate conversation with Allah if we take off that idea of intimate conversation salah becomes reduced to physical exercise or just empty rituals so how can we nurture this idea of munajah of Allah yesterday we talked about the idea of tumakninah stillness and calmness in what you're saying and in what you're doing and we explained that yesterday and it is easy to manage because you do not need to concentrate on anything it's just a new habit that you need to develop and today we'll talk about two more tips and tomorrow we'll concentrate more on sujood as a way of making sense of our salah so two things today what can we do before saying Allahu Akbar and what does Allahu Akbar mean you can bring in khushu' and prepare your heart before salah just if you spend five or ten seconds thinking about one of the things we'll list now so I warn myself and I warn everyone to start your salah after a long conversation with people like you talk for 30 minutes or one hour and then all of a sudden Allahu Akbar no you're not ready so take few seconds and think about one of the following in order to prepare your heart for salah so what are these examples you can think about a sin you committed and one of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala on you when you think about these two it will generate a sense of haya and shame and this will make you look down you know we always hear these directions look at the place of your sujood now it will come naturally as you think of something bad and something good that Allah something bad you did and something good that Allah gave you that will generate a sense of haya second you can make a quick comparison of the sureness of this life and the eternity of the afterlife it's few seconds it does not have to be long time you can think of salah as if it would be your last salah so how would you so you will be really interested in perfecting it you can think about the greatness of Allah and the vastness of this universe and how small you are these comparisons will awaken the heart quickly it means that you are very very small and what gives you honor is that standing so concentrate on what you are doing remember when we said the whole planet earth cannot be represented by one dot in the map of the universe let's say it is one dot as we mentioned before so where are you in that one dot where is your car where is your house so it's basically nothing almost mathematically in this whole universe nothing what gives you value is these moments when you connect with the real as we explained before so these are just quick ideas to prepare your heart for salah and of course if you are doing dhikr before salah as we mentioned before then your heart will be it would be a lot easier to bring in khushu'ah and to prepare the heart for salah it's completely different than spending some minutes or hours talking and then entering into salah right away the second thing which I want to cover is concentrating on Allahu Akbar and as I said in Arabic this is guaranteed to improve your salah if you say you know what I will not focus on the Quran I am reciting I will not focus on anything I will just focus on me saying Allahu Akbar if you do that you will have good khushu'ah in your salah and it is a trick because if you can concentrate on Allahu Akbar you will not be distracted by other things but it is a trick just concentrate on Allahu Akbar and you cannot wait till you say it again you will be interested in maintaining the khushu'ah automatically so Allahu Akbar what does it mean the word Allahu Akbar literally or the sentence Allahu Akbar literally means Allah is greater in Arabic it needs like in English Allah is greater than something but in Arabic and in English in Arabic we don't say Allahu Allahu Akbar like in English translation they say God is the greatest like a literal translation would be God is greater in Arabic they don't mention and من أكبر من because his أكبر means anything is greater than anything so when they omit something the purpose is to generalize so Allahu Akbar God is greater than anything and that meaning is captured in the English translation when they say God is the greatest because this is what it means in Arabic but it's interesting to notice that you are saying God is greater than and you fill in the blanks when you say God is greater it means that everything is smaller just concentrate on Allahu Akbar Imam al-Ghazali said beware to start your salah with a lie because if you start your salah saying Allahu Akbar and in your mind you start thinking about your business or school or a conflict or any of these it means that you're contradicting yourself try these exercises try these exercises it will make huge difference in your salah do not think it will come to you khushu' will come to you with no effort if you're really interested in having that munaja then you should start doing this the problem is we're always taught how to do the salah but we're not trained on how to bring in the khushu' and pray with munaja we know salah but we do not know the munaja but salah without munaja is an exercise what is interesting about this exercise Allahu Akbar that we're focusing on is that it's repeated throughout the salah to signal a movement from one rukun to another what does that mean is you will be alert and mindful all the time so when you say Allahu Akbar in your salah that is a declaration that everything is smaller and I need to focus on my salah that's why Imam Ahmad is reported to to say when he raises his hand he would imagine the dunya in his hand and then throwing it back this is part of Allah is greater but when you keep saying it with every movement it would be as if it is a strong message that says it is shameful to think of anyone other than Allah while you are in the presence of Allah so start this exercise focusing on Allahu Akbar maybe on another day you focus on and the idea of pausing at the end of sentences Subhana Rabbi Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim so that pause to stop the train of the thought is one exercise that pause that exercise on focusing on Allahu Akbar is another one and you can combine all of these eventually as you are growing in your salah Allah Ta'ala A'la wa A'la wa A'la wa Jalakum Allah Khair